لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد الجماعات التي حدثت هي ثلاثة على الأقل وهناك من يتحدث عنها خمسة اجتماعات على الأقل فيها التي تقريبا القيادات العسكرية كلها فيها اجتماعات حدثت في وزارة الدفاع ووصلتنا أيضا معلومات عن اجتماعات أخرى في قيادة الأركان تتحدث من أنها بدأت منذ عشية الإعلان الرسمي عن إصابة عبد المجيد تبون بكوفيد 19 ودخوله في غيبوبة ثم نقله إلى عنعجة بصفة مستعجلة وبعد ذلك تم نقله إلى ألمانيا حيث يتواجد حاليا المعلومات التي وصلتنا بأنه لا يزال لما جاء من الجزائر كان في غيبوبة ثم عاد له الوعي ثم ودخل في غيبوبة أخرى هل هي غيبوبة اصطناعية بسبب الأجهزة التي التي غضعت لها بالنسبة للأجهزة التنفس لأنه عنده مشكلة في الرئتين عنده أيضا مشكلة في التنفس ومثل هذه الأمور وضعه الصحي لا يمكن الحكم عليه أنه سيء ولا يمكن أن يكون جيد وهو مفتوح لكل الاحتمالات احتمال أنها تتدهور أكثر وإحتمال أنه يعود لأن القضية تتعلق بالمناعة وهي ضعيفة عند الرئيس عبد المجيد تبو الآن الجيش يبدو من خلال ما سمعناه وما علمناه أنه يعيش على وقع ما يشبه حالة طوارئ مثل التي عاشها الجيش عاشية اندلاع الحركة الشعبي أو حتى قبله الجيش بدأ يتحرك قبل 22 فيفري 2019 في تلك المرحلة بدأت الاجتماعات وكذا الجيش الجزائري على وقع نفس الاجتماعات وبنفس الطريقة المعلومات ليست كبيرة التي وصلتنا والتفاصيل عند أصحابها والذين حضروا هذه الاجتماعات لكنه الواضح أن الجيش صار يبحث بجدية سيناريو ما بعد تبول معناها إما وفاة تبول بسبب هذا المرض أو أنه سيتم الإعلان عن عجزه الصحي وبعد ذلك يطبق الدستور أو أنه استقالته الاستقالة إما أنه يجيو يقول بأن الرئيس أعلان استقالته بسبب وضعه الصحي أو أنه يطبق عليه المادة الدستورية ليصير رئيس مجلس الأمة في مكانه المدة 45 يوم إذا استمر هذا الوضع الصحي للرئيس تعلن استقالته بصفة آلي الجيش الوطني الشعبي والمؤسسة العسكرية بصفة عامة وبعض جهات من السلطة الجزائرية صارت تبحث سيناريو ما بعد تبول إذن هذا الأمر إذن المؤسسة العسكرية صارت تستعد إلى خطة بديلة لأن وضع الصحي للرئيس كما قلنا مفتوحة لكل احتمالات في أي لحظة قد تتصل بهم الجهات التي تعالجه في ألمانيا وتخبرهم بأنه توفي الاحتمال أنه سيبقى على هذا الوضع والاحتمال الآخر أنه سيطول في هذه رحلة العلاج ستطول المدة مما سيخلق وضع سيء في إدارة البلاد لأنهم أصلاً ما زالت هناك إشكالية غياب بوتفلقة وهم عادوا إلى المرحلة البوتفلقة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله